بعد سنوات من فوضى التصدير والاستيرات أمر رئيس الجمهورية بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية وكلف وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا قرار سيعالج الكثير من الاختلالات ويفتح المجال أمام الانتاج المحلي هو تشجيع حقيقي للإنتاج الوطني والمنتوجات الوطنية لازم من مرة أخرى تقوية كل هذا المصار في تطبيق حقيقة هذه الإرادة الفعلية بعيدا كل بعد على أي مصار بيروقراطي منع استيراد ما ينتج محليا ومنع تصدير ما يستورد ثنائية من شأنها تقديم المزيد من الدعم للمستفمرين المحليين من فلاحين وصناعيين من جهة كما سيحد القرار من سيل الواردات القرار يأتي بعد ذلك رفع العرقيل عن مئة المشاريع الاستثمارية وهو ما يمنح الفرصة الاصطناعيين لفرض أنفسهم في الميدان هي فرصة أخرى نتمنى أن كل الفائلين الاقتصاديين يستغلوا هذه الفرصة من أجل إيجاد بدائل في الإنتاج الفلاحي الإنتاج الزراعي وكذلك إنتاج الأمن الغذائي وهو من الأمن الاقتصادي بإضافة للأمن الطاقوي والأمن الرقمي تنظيم التصدير والاستيراد من شأنه القضاء على الفوضى التي شهدها قطع التجارة الخارجية ورسم نهاية لعهد كان يتم فيه استيراد أو تصدير كل شيء دون خصيبنا ولا رقيب